السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبة الطلبة في درس من دروس اللغة العربية درسنا اليوم هو الكناية والكناية كلام شائع في حياتنا اليومية نعطي مثالا على ذلك يقول سبحانه وتعالى في وصف مشهد للظالم يوم يعض الظالم على يديه وهنا يريد سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن الظالم نادم على فعله ولكن وضع لنا هذه الصورة هذا التعبير ليبين مدى ندم الظالم إذن في الكناية نستخدمه تعبيرا يدل على معنى مستتر قد يكون هذا التعبير أبلغ فيه وصول الصورة أو الكلام مثال آخر أعمل المستحيل من أجل فلذة كبدي هل المقصود بفلذة كبدي هو قطعة من الكبد بشكل مباشر؟ لا، نحن نقصد بفلذة كبدي هم الأبناء فبدلا من أن أقول أعمل المستحيل من أجل أبنائي استخدمت تعبيرا حقيقيا آخر هو فلذة كبدي وذلك حتى يكون المعنى أبلغ إذن تعريف الكناية لفظ للتعبير عن معنى مستتر ملازم للمعنى الحقيقي الظاهر أنواع الكناية للكناية ثلاثة أنواع صفة موصوف ونسبة مرة أخرى صفة موصوف ونسبة أقول رفعت الراية البيضاء له استخدمت هذا التعبير لأبين بأنني مستسلم فأقول رفعت الراية البيضاء الراية البيضاء تعبير حقيقي ولكن أردت به معنى آخر هو الاستسلام أقول فلان يده مبسوطة فلان يده مبسوطة استخدمت يده مبسوطة حتى أعبره عن معنى الكرم فبدلا أن أقول فلان كريم قلت فلان يده مبسوطة فلان قلبه أبيض قلبه أبيض فهل فعلا قلبه باللون الأبيض؟ لا استخدمت هذا التعبير حتى أبين بأن فلان نقي طيب في جميع هذه الأمثلة كانت الكناية تعبر عن صفة والصفة عادة ما تكون في الكناية لشيء معنوي الجاهل العلم المجد الكرم الجاهل وهكذا النوع الثاني كناية عن منصوف أقول أمير الشعراء كلنا نعلم بأن أمير الشعراء هو الشعر أحمد شوقي ولكن أطلقت عليه أمير الشعراء حتى أكنيه بهذا اللقب سفينة سفينة الصحراء فهو اسم يطلق على الجمل بدلا أن أستخدم من كلمة جمل استخدمت سفينة الصحراء للتعبير عن الجمل فهي كناية عن الجمل خير الجليس كلنا نعلم بأن خير الجليس هو الكتاب وبدلا أن أستخدم كلمة كتاب استخدمت كونية خير جليس لو لاحظنا بأن الكناية عن موصوف تعبر عن كائنات أو أشياء محسوسة سواء كانت إنسان حيوان جماد النوع الثالث والأخير كناية عن نسبة في الكناية عن نسبة نستخدم هذا التركيب الشجاعة هي صفة في ثوب صلاح الدين وصلاح الدين هو الموصوف إذن في الكناية عن نسبة أجد الصفة والموصوف وأنسب الصفة إلى الموصوف ولكن ليس بشكل مباشر بل أأتي بجزء من الموصوف فهنا نسبة الصفة الشجاعة إلى ثوب صلاح الدين إذن نسبة صفة الشجاعة إلى الموصوف صلاح الدين ولكن ولكن ليس إلى الموصوف مباشرة بل إلى جزء من الموصوف هو الثوب عندنا في هذه الجملة نأخذ نأخذ مثال آخر تتبع الكرم خطوات محمد نجد الكرم ومحمد صفة وموصوف ولكن الصفة هنا لم تتبع موصوف مباشرة بل تبعت جزء من جزء من وهو الخطوات الطريق الدرب إذن نسبة الصفة الكرم ليس إلى الموصوف مباشرة بل إلى جزء من وهو خطوات نأخذ مثالا آخر العدل في ثوب القاضي الصفة هي العدل والموصوف والقاضي هل نسبة الصفة إلى الموصوف مباشرة لا بل نسبة إلى جزء من نسبة صفة العدل إلى ثوب جزء من الموصوف